أعلنت القوات المسلحة القضاء على 12 عنصرا إرهابيا والقبض على 92 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم وذلك في حصيلة لليوم الخامس من انطلاق العملية الشاملة ضد الإرهاب في سيناء وأوضح البيان الخامس والصادر عن القوات المسلحة أن الإرهابيين قتلوا أو قتلوا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المدهمة مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن تدمير 30 عشة ووكرا ومخزن واكتشاف وتفجير 23 عبوة ناسفة واكتشاف وتدمير 7 مزارع لنبات البنجو فيما تمكنت القوات الجوية من إحباط عملية تهريب لأسلحة وذخائر من خلال استهداف وتدمير 4 سيارات تحمل ذخائر والمتفجرات وتدمير 60 هدفا للعناصر الإرهابية